كل رؤساء مجلس الشعب أو مجلس النواب هم أساتذة قانون لنا يعني بعترف بيهم ولنا يعني اتنين منهم كانوا أساتذتي الدكتور فاتح سرور والدكتور علي عبدالعال ولدينا اليوم يعني قاضي كبير جدا وعلمه يعني بجد عليم في أمور القانون وكل الرؤساء السابقين الدكتور سرور والدكتور علي عبدالعال كان لهم تعريف واضح وصريح على المنصة وهو أثناء رئاسته وبصفة أستاذ قانون لفكرة الحصانة البرلمانية في حاجة اسمها الحصانة البرلمانية يعني ايه؟ يعني النائب في البرلمان ده ما ينفعش ظابط البوليس يقبض عليه إلا بإجراءات معينة وما ينفعش النيابة تتخذ ضده إجراء قضائي سواء بالاستماع لشاهدته في قضية أو بتوجيه الاتهام إليه إلا لو حصلت إجراءات معينة بنسمي هذا الأمر حصانة البرلمانية ليه عملنا كده؟ عشان لما أو الحكمة أو الفلسفة من الحصانة البرلمانية عشان لما يمارس عمله في رقابة الحكومة يحس أنه هو قوي ما حدش يقدر يلفق له قضية أو ما حدش يقدر يتلكك له ده الحكمة فقط وده بيعمل نوع من أنواع الاستقلال للنائب ولكن هل معنى ده أنه أي نائب أو رئيس مجلس النواب أو أي واحد له صفة نيابية في مصر يخالف القانون عنوة؟ أبداً ولا ده مفهوم الحصانة البرلمانية أبداً وأنا أنتظر درس في مفهوم الحصانة البرلمانية من المستشار الجليل الدكتور حانفي جبالي رئيس مجلس النواب أنتظر منه درساً لكل الأعضاء عن فكرة الحصانة البرلمانية وأحدودها ليه بنقولي الكلام ده يا فنديم؟ لأنه في قضية خلتنا نطرح هذا الأمر للنقاش من الناحية القانونية مجلس النواب بيتلقى من النائب العام طلب لرفع حصانة عن نائب من النواب الإجراء بيمشي إزاي؟ حضرتك عايز تتهم نائب من النواب بتروح تشتكي في النيابة النيابة ترى أن هناك وجهة فعايز تحرك الدعوة ضد الشخص اللي أنت بتشتكيه بتصطدم بأنه عضو مجلس نواب طب القانون قال إيه؟ تخاطب مجلس النواب عشان إيه؟ عشان يرفع الحصانة عن النائب ومن ثم نقدر نرفع الدعوة عليه طيب هي الدعوة متعلقة بخناءة النائب أثناء مكان موجود في وزارة من الوزارات واعتدى عليه فلان وأثناء عمل لا 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 خالص الواقع اللي احنا بنشوفها دلوقتي واللي هتخلينا نفتح أبواب كثيرة ومرة تانية وثالثة الكرة الآن والدرس الآن والقلم الآن في يد المشارحة أنا في جبالي كي يرسي قواعدا حقيقية لمفهوم الحصانة البرلمانية أنا عايز كلمة من على المنصة النيابة العامة أرسلت خطابا لمجلس النواب تطلب رفع الحصانة عن نائب يدعى مجد الوليلي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري للتحقيق معها في قضية شيك بدون رصيد بواقع خمسين مليون جنيه سيبك من كل يبقى أنا عندي نائب وعندي شيك طب الشيك في كلام الشيك في أي نوع من أنواع الكيدية الشيك في أي صفة كيدية هو أنا اللي مضيته بالعافية فاللي بيحصل إيه بقى لأنه عضو مجلس نواب بنمشي في الإجراءات بتاعتنا إيه الإجراءات بقى؟ الإجراءات دي بتنظمها المادة 357 اللي هي بتسمى آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو بنستلم الخطاب من النائب العام أو من الجهات المصرح لها بالقانون أحيانا يكون المدعي العسكري وأحيانا جهات قضائية أخرى والخطاب ده بيبين الواقع المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة عنه والمواد الاتهام اللي هو هيتهم بيها أو اللي هو يعني قد يقع تحت طائلتها وبعد كده بيبين رقم القضية وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير وصورة من أوراق ومستندات القضية منطقي جدا و إذا كان طالب الدعوة يريد إقامتها بطريق الإدعاء المباشر حيانا عايز ترفع الدعاء المباشر يجب أن تتوافر في الراغب في إقامته صفة يعني لازم تكون أنت المجني عليه بنفسه وأن يقدم طلبا برفع الحصانة مرفقا به صورة من عرضة الدعوة المواطن العادي عايز يشتيكي نائب في البرلمان يعني ممكن النائب العام عن طريق الجنحة اللي بيحركها النائب العام أو الجناية اللي بيحركها النائب العام وممكن المواطن العادي اللي بيرفع دعوة مباشرة غالبا بتبقى جنحة وضد واحد له صفة نيابية وبعد كده بيتعرض هذا الطلب على لجنة القيم في المجلس اللي بتستدعي النائب وتناقشه وبعدين بيعرض الأمر على الجلسة العامة على المجلس مجتمعا على اللجنة التشريعية يعني الطلب بيقدم إلى اللجنة التشريعية واللجنة التشريعية اللي بتنظر في الأمر وبعد ذلك تبدي رأيها ويعرض على الجلسة العامة للتصويت ترجمة نانسي قنقر